تنفيذا لتوجيهات صاحب السموم الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية افتتح معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية المعرض تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مجامع سيتي سنتر البحرين وذلك خلال الفترة من الثامن ولغاية السبع عشر من فبراير الجاري بهذه المناسبة التي حضرها عدد من أصحاب السمو المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين من القطعين العام والخاص أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله أن النتائج الإيجابية التي حققتها البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطع الخاص خلال فترة زمنية قصيرة على إطلاقها تؤكد نجاح النهج المتبع في توفير خدمات إسكانية مستدامة تحقيقا للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم ولتطلعت الحكومة برئاسة سمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء وتلبية لمتطلبات تأمين السكن اللائق لذوي الدخل المحدود من المواطنين الكرام وأوضح معالي أن الحكومة والتزام بموارد في برنامجها للأعوام 2023-2026 فإنها تعمل جاهدة على تنويع الحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين بما يسهم في تقليص فترات الانتظار عبر دمج وتوظيف الموارد والإمكانيات والكفاءات بالشكل الأمثل والتي يتمتع بها القطعان الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي على وجه الخصوص وأشار معاليه أن تلبية ألاف الطلبات التمويلية على مدى العامين الماضيين يعكس جدوى برنامج التمويلات الإسكانية بوصفه حلا إسكانيا مبتكرا وذلك إلى جانب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والذي يهدف إلى طرح المزيد من الوحدات الإسكانية بالشراكة مع القطع الخاص عبر إنشاء ثمانية مشاريع خلال العامين 2023-2024 وألافت معاليه أن تسارع الملحوظ في توفير ألاف الخدمات الإسكانية للمواطنين بشراكة مع القطع الخاص خلال الفترة الماضية ترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني ناسية مع قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع البناء والتشهيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعدها تفضل معاليه بتجشين النسخات المطورة من منصة بيتي العقارية والتي توفر المواطنين الرقبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية كافة والاستشارات العقارية والتمويلية المتنوعة مشهدا معاليه بمشاهدات المنصة من تطوير شامل بهدف التسهيل على المواطنين في اختيار السكن الملائم لاحتياجاتهم المعيشية من جانبها عربت سعادة السيدة أمنة بن تحمد الرميح وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني عن بالق الشكر والامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح المعرض وتجشين النسخة المطورة من منصة بيتي العقارية وقالت سعادتها أن النسخة الحالية من معرض التمويلات الاسكانية تشهد وللمرة الأولى منذ انطلاقته مشاركة أربع شركات تعد من كبريات الشركات تطوير العقاري في المملكة بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الوساطة العقارية المشاركة إلى 24 شركة بارتفاع وقدر خمس شركات مقارنة بالنسخة الماضية علاوة على مشاركة ثمانية بنوك ومصارف تجارية لعرض الخيارات والعروض التمويلية التي تدعم قرار المواطن في الحصول على السكن الملائم نهيك عن توفير الآلاف من الفرص للحصول على السكن الاجتماعي الملائم واردفت الوزيرة بأن زيادة المستمرة في طلبات المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية يأتي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التمويلات الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جهة وارتفاع حجم التداول العقاري لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى ووضعت الوزيرة بأن تلك النتائج تعكس الأثر الإيجابي للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال السكن الاجتماعي الذي يستهدف في المقام الأول توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في أقصر مدة ممكنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة